لا تزال الأقصاط والمستلزمات المدرسية في المدارس الخاصة ترهق كاهل الأهالي خصوصا مع بداية شهر السبتمبر فهناك من يعتمد على البطاقات الاتمانية وعروض البنوك المختلفة وهناك من يضطر للاستعانة بحساب التوفير الخاص به وغير ذلك من الحلول فكيف يمكن التخطيط ماليا وما أفضل خيار لحل تلك المشكلة؟ نشاهد هذا الاستفتاء على تويتر مع زيادة مصاريف الأسرة هالحل غلاء المدارس جاءت نسب كالتالي 73% الانتقال إلى مدارس حكومية و10% فروض الدراسة والاعتماد على الاستقطاع الشهري وصل إلى 17% للإجابة ينضم إلينا من جدة مستشار تطوير الأعمال طراد باسمبول طراد عيدك مبارك أيامك سعيدة كم وفرت بالعيد ما راح أسألك هالسؤال أهلا صباح الخير طيب طراد يعني مشكلة الأقصات والمستلزمات المدرسية مشكلة يفكر فيها الأب أو الأم من قبل حتى بداية المدارس وفق الاستفتاء 73% قالوا أن الحل الأسهل هو الانتقال إلى مدارس حكومية أو الانتقال إلى مدارس مجانية عامة يعني أولاً بغض النظر عن الآثار النفسية على الطالب من انتقال من مدرسة لمدرسة تحصيل العلم اللي ممكن يتأثر الأشياء المختلفة خلينا نجي على الخمسة خطوات اللي ممكن نتعرف فيها كيف ممكن أنا أوفر أكبر قدر ممكن أو أجد أفضل حل لموضوع تكاليف الدراسة إن كان المدرسية أو الجامعية خلينا نقولها على الخمسة نقاط منحة كورس تمويل معادلة وتفاوض منحة وكورس تمويل معادلة وتفاوض إذا جئنا على المنحة يعني في قاعدة يقول لك أطلق الحضرة من الذي بيداخلك ليش تدفع في شيء فلوس؟ إذا بإمكانك تأخذه مجانا كثير من الناس ما يعرفوا أنه حتى المدارس الخاصة أحيانا بتعطي منح تعليمية مجانية لبعض الطلاب إذا كان من الطلاب المتميزين وفي موهبة اللي هي جهة متعاقدة مع وزارة التعليم بتعمل اختبارات معينة للطلاب على أساسها أنا ممكن أخذ هذا الطالب وأعطيه مجانا تكاليف الدراسة كلها على حساب المدرسة الجامعات الأهلية بتعطي منح تعليمية حتى الجامعات الحكومية الانتساب المدفوع بفلوس أنا أعرف ثلاثة أخوات غير سعوديات أول ترم قدموا بثلاثة ألاف ريال الانتساب بعد كده أخذوا إعفاء كامل الدراسة اللي فيه اشتراطات فيه أشياء إن كانوا متميزين دراسيا ذوي الاحتياجات الخاصة فيه أشياء كثيرة تعطيك منحة دراسيا يعني على الله هلأ يبحثوا ذلك مع المدارس أو الجامعات ضروري جدا ترات بس المنح بتكون لناس متفوقة يعني أغلب المنح بتكون لناس متفوقة إذا مش متفوقة إذا بحب يقعد أخر الصف يعني نعمل إيه في الموضوع شكرا نورو على السؤال الرائع هذا يدلنا على النقطة الثانية اللي احنا نتكلم عنها طبعا نسينا بس نقطة أخيرة أنه أحيانا بعض الوظائف فيه كورسات بتعطيك كيف تجتاز اختبارات الموهبة كيف تجتاز اختبارات القدرات والتحصيلي أنا أعرف كمان جمعيات خيرية ننسينا كمان نقولها بتعطي منح أحد الجمعيات الخيرية بيقولك أنا مو بس على نسبة الثانوية أحتاج نسبة القدرات والتحصيلي طبعا أنا أدخل على اختبار أول مرة أشوفه ما أعرف أي شي فيه طبيعي حرتبك وحتكون نتائجي ممكن ضعيفة كورس يأهلك أنك تتخطى هذا الاختبار يساعدك بشكل كبير أنك تحصل على منحة إن كان مدرسية أو جامعية اختبار الجمعات اللي بتعملوا كثير من الجامعات اللي يشوفوا هل أنت مؤهل أنك تدخل مباشرة على الماجستير مثلا أو تحتاج المرحلة الإعدادية المرحلة الإعدادية ستة مواد وتكلفتها كبيرة فكيف ممكن تتعلم كيف تتخطى هذا الكورس وتوفر على نفسك سنة دراسية وتوفر على نفسك موال طائلة راد نختصر النقاط اللي بعدها حتى نبدأ بالسؤال الأهم اللي هو الأسرة كيف يمكن أن توفر الأقصاد نكمل الثلاث نقاطة والنقطتين اللي باقية هذه النقطة حيث التمويل اللي تكلمت عنها قلت أنت قبل شوية كلمة رائعة حسابات التوفير يعني عجبني المثل الجزائري يقولك زواج ليلة تدبيره عام تعليم ابن تدبيره أعوام فالفكرة أنه الآن عندنا حسابات من يوم لا تفكر بالزواج يا أقراد في عوائل رائعة شكله نستفير فالفكرة منها أنه الآن حسابات أول ما يجيك مولود على طول لازم تكون عامل حسابك أنك تفتح له حسابات توفير حسابات توفير تستقطع جزء بسيط جدا من راتبك أطراد خلينا نكون واقعين البعض يقول لك والله أنا المعاش هذا سقفة وهذه المصاريف لا شيء أو مدخول آخر استجد على ميزانيتي حتى أقدر أني أنا أوفر كيف يتعامل طيب سؤال ممتاز إحنا بطبيعة البشر الإنسان أكثر إنسان أكثر مخلوق يستطيع أن يتأقلم شفنا الظروف الاقتصادية اللي حصلت وانخصب من رواتب ناس كثير مبالغ طائلة كيف كنا عايشين؟ أنت بيجيك زيادة راتب الموضوع جدا مهم لأنه كل إنسان مصاريفه على قدر راتبه فإحنا عندنا مشكلة أنه حتى في الدراسات بتقول لك السعوديين الوعي المالي عندهم ضعيف جدا في الأزمات الاقتصادية إحنا صرفنا غريب يعني أكثر ناس تصرف حتى في السفر بعد الأستراليين على طول على مستوى العالم إحنا كم عددنا وكم عددهم فالفكرة أنه الآن عندك ظرف تقدر تأقلب نفسك عليه إذا ما تقدر تأخذ قرض إحنا بنقول القروض مثلا من البنك أو قروض من العمل إذا ما تقدر تأخذها ممكن تسوي حاجة ثانية مع الجهات إن كان مدارس ولا جامعات استقطاع من الراتب هذه آلية كثير من الناس يجهل طيب يعني ترى ممكن أسوي قبل ما نتخل في تفاصيل عن البنوك أو القروض الشخصية خلينا نتكلم إذا ممكن نعمل الدخار للطفل منذ ولادته يعني ممكن نوفر أول ما يتولد أن نحن نحوش له فلوس أو نتدخر مبالغ خاصة فيه لغاية ما بيكبر وممكن يكون أكتر من طفل ممكن نتعامل زي مع الموضوع هذه فكرة رائعة الآن في كثير من البنوك بتعملك هذه الحسابات هم البنك يستفيد أنه عندهم أموال متراكمة ممكن بيستثمروها فأنت ما بتحس بالمبلغ لأنه على مدى سنين طويلة ما بتحس بالموضوع هو بيستقطع من راتبك يعني هذا الموضوع المبلغ المستقطع ممكن حق وجبات عشا ممكن تخذيها في عزوم عزمتي فيها ناس هو مبلغ بسيط يستقطع منك شهريا فمرة ثانية إحنا اللي ما بنشعر فيه أنت ألزم نفسك بمبالغ مستقطعة وحتبدأ تتأقلم على ما بعدها يعني خلاص اعتبر أن هذا كأنه مو موجود كأنه خصم سار كأنه الزيادة اللي حصلت لك هذه أنت عايش قبلها بدون ما تحصل لك زيادات في الراتب مثلا لكن كنت عايش الآن زاد راتبك وزادت مصاريفك من فين زادت المصاريف إحنا ما نتوع عماليا فهذه نقطة جوهرية اللي اتكلمت فيها مروة وقالها عادل قبل شوية حيث أبات التوفير هذه من أفضل الخطوات هذا للأباء الجدد طب خلينا ندخل في القرود إزاي نقدر نستغل القرود التي تأتي من البنوك أو كيف التعامل معها من دون الضرر جميل ترى كثير من البنوك في ناس ما يعرفوا أنه جامعات لما تعمل لك تقول لك التفاقية مع البنك الفلاني وزيروا أنترست يعني ما عليه فوائد وفي فوائد البنك ما هيعمل لك إيها مجانا أي ولا هي ما هي قرد حسن البنك ما هيعمل لك حاجة قرد حسن الفكرة أنه الفائدة مني تحملها الجامعة بتخصم المبلغ من ربحها من رسوم الدراسة بتتنازل عنها للبنك فالناس ما تعرف هذه النقطة فالآن لما أجي أنا للجامعة وأقول لهم الله تعال بدل ما تخصم على نفسك هذا المبلغ تعال أنا أعطيك إيها استقطاع شهري بدل ما أدفع لك كل ثلاثة شهور أدفع لك كل شهر لأنه ما عندي إمكانية أو ممكن يكون حتى دخول الاقتراضات الشخصية اللي أنا أقدر أسدد شخص جانبيا أسدد له المبلغ شهري أو الجمعيات اللي بسموها جمعية أدخل مع مجموعة أشخاص وكل بداية سنة مثلا يكون دوري وأنا أستفتعها إلزامك لنفسك باستقطاع مبلغ فيه له حلول كثيرة جدا هل هذا حل أفضل من أنه يلجأ إلى البطاقة الائتمانية خاصة البطاقة الائتمانية يعني صحيح أنه سهلة ولكن عليها فائدة مرة ثانية هنا شوف الأفضل لك إذا ما كان عندك إمكانية أنك تسوي موضوع الاتفاقية ما كان عندك إمكانية أنك تقترض من شخص قرض حسن وتسدده ما كان عندك إمكانية تأخذ قرض من العمل من وظيفتك يخصمونك يا من راتبك ما عندك حسابات توفير يعني آخر الدواء الكلام آخر نقطة على السريع على السريع تراض آخر نقطة آخر نقطة حقا المعادلة هذه للجامعين أنك أنت لا تجلس فاضي أو دخل أعمال تطوعية كورسات خبراتك العملية في بعض الجامعات يعادلونك إياها بساعات وتنخصم النقطة اللي ما أحد أتكلم فيها نزلها في تويتر التفاوض اللي ما يعرف الكثير نحن جاتنا جامعات من الاستشيرنا عندهم ضعف كبير في التسجيل عشر الطاقة الاستيعابية انتهى الوقت يا أقاد كما يقال لن تنفع سياسة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب